السلام عليكم اخيتي وشراكم مش حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد ان شاء الله تكونوا كاملا بس اليوم جبتليكم على طلب بتاع الاخوات المشاهدات ان شاء الله يكونوا في المشاهدة اللي طلبوا مني طريقة كيفا نخدم القعادة حبيت ندير معاكم القعادة على شكل كاري ان شاء الله تعجبكم لبنات وما تنسوش جام ما تنسوش لي ما زالت مش تركتش تشترك وتفعل الجرس مش يلحقها جديد تعقم ساجد كيما تشوفوا لبنات رح نفصل معاكم اليوم رح نديلكم غير طريقة كيفا تفصلوا القعادة بركة وفي الفيديو الجاي باذن الله رح نحط لكم طريقة كيفا تغرزوها يعني حبيت نقسم لكم الفيديو هذا على مرتين باش تدو كامل المعلومات ما تنسوش تتفعلوا مع الفيديو لبنات ما تنسوش طه بتديروا جام وتطلعوا تكملوا المشاهدة الى الاخير شوفوا لبنات هنا القمش تعنا عندنا قمش تع القاطفة تع البوتشامو وش رح ندير القياسات رح ندير كامل خمسين على خمسين شوفوا لبنات اول حاجة رح نرسم الجناب بتاع القعادة وش نديرو نديرو الطول خمسين والعرض 30 سنتيمتر يعني رح نديرو ونزيدو كامل الفين حق الخياطة ما تنسوهاش دايمن نوصي ونعاود لبنات المبتدئات ما تنسوش حق الخياطة باش مباعد يجيكم القياسات قد قد يجيكم القياسات مضبوطة ومجيش الخدمة تعكم عوجة دايمن حق الخياطة نديرو نزيدو زود سنتيمتر تاع الخياط نبدأ وهنا نقصوه في القمش تعنا انا اول حاجة قصة قطعة واحدة بركة ومباعد رح نقص بالقطعات يعني نثني القمش ونخدم خطرة واحدة يعني ما نظلش نفصل بالقطعة ومبعد يعني تطول لي هي هي ازاستيس هيكا باش تفهموا لبنات يعني قدمة تنقصوا عليكم باش نقصوا عليكم التعب قدمة تعودوا يعني حيليين في الخدمة تنقصوا عليكم التعب اهنا ثني تلقماش تاعي على ثلاثة باش نفصل خطرة واحدة رح ندير كل قاعدة فيها ربعة قطعة يعني جوان فيها ربعة رح نقصهم الطول تحم ثنينا وخمسين سنتيمتر والعرض ثنينا وثلاثين سنتيمتر هاوي ليكم البنات نفصل الخطرة واحدة كما راكم تشوفو اهنا راني مجينيا شوي البنات كيعود نفصل على هاذي كان لازم نحرك القمش انتم القمش كيتحطوه ما تحركوش البنات حتى تكمله تفصال انا كيعود نصور ليكم باش ما نبنش البنات واللي تراني كيما قدت ليكم راني مجينيا لازم علي غيرا نقرب القمش ونحرك القمش بطريقة هذه انتوما كتحطوا القماش باش يجيكم قد قد ما تحركوه ما تقسوه غير دورو انتوما تحركو انتوما ما تحركوش القماش اهنا درت ربعة قطعة كما راكم تشوفو خطره واحده وهنا راح نجيو نرص نصوق عفو البنات راح نجيو نفصلوا القطعة تعال كمخالي راح نديروها يعني القاعدة تعال القعادة والوجه تعال قاعدة وش راح نديرو اللبنات راح نديرو الطول تحها 52 سنتيمتر والعرض تحها 52 سنتيمتر يعني باش تجينا مربعة الشكل ننهزو القطعة اللي درناها تعجناب نفصلوا عليها بلا ما تديرو قياسات بلا ما تديرو حتى حاجة كما هكا اللبنات باش تعال يعني كما قد لكم والعرض تختصروا عليكم الوقت الشيء بالنسبة اللي ديرو بالطريقة هذي كما هكا اللبنات يعني في مشوار ونتي مفصلتها يعني ما تبطيش خلعها ليه ليه اللبنات ونتي مفصلتها حبيت هيك نعطيكم كل مرة نجيب ليكم قاعدة زي راح نفصلنا قبل تعال القلب فصلنا تعال الأوفال والمرة راح نفصل معاكم الكاري وحبيت ندير الفيديو هيكا لبنات واحده باش يعني باش تدوا معلومات كاملة البنات هنا راني مجين يا على هذيكا ما قدتش نجي نصور انه نقص نبان واللي تنحيت الفيديو وهنا هاكم ليكم تشوفوا البنات هنا وش راح نجو نديرو البنات نجيبو القاعدة تعنا ولا الوجه تعنا ونبدو نلسقو في القطاع البعضاها هنا وش نجو 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 اللجوان بلي درناهم بالطريقة هذي راح نحطوهم شوفوا البنات نحطوا كل جهة من الجهة لي مقابلتها ونبعد نروحوا للجناب للشوك نحطوهم في ربعة ونجو هنا للشوك البنات بعد ما قرناهم نقرنو هنا للشوك البعضاهم كما راكم تشوفوا هكا تحبوا تخيطوهم كاملين ونبعد ترجعو تلسقوهم في القاعدة وفي الوجه ولا تديرو كما بطريقة تعينا انا درت تلسقت السح في القاعدة القطاع كاملة ونبعد زيت تلسقت الوجه تعالى القعادة ونبعد رحت للحواشي ولا القنوطة ولسقتهم هكا كما يقولوا باش نطلحهم يجو كلش مع بعضاه وخليت الفتحة كما تعرفوا باش نعمر الصوف تعنا ولا ندخلوا الوات تعنا بالطريقة هذي جيكم ساهلة ساهلة له له البنات وانتم ما مكملين يعني حبيت نعطيكم كامل المعلومات ما تنساش وخيتكم من جام ما تنسوش من تعليق محفز باش نزيد نتحفز نحط ليكم البنات سامحولي لقيمة هذا أمو الله ماني قاعدة رح نرد على أخوتاتي كامل واللي حب حاجة تخليهايها لي في التعليقات رح نزيد نحط فيديو عليها بإذن الله نحاول دايما أني نرضي مشاهداتي كامل مشتركاتي كامل باش يعني كل وحدة نعطيها الحاجة اللي حبتها هي وانشانها نلقى تفاعل لبنات ونلقى وولي حاجة أخرى لبنات رح نقول لكم عليها اللي ما زالت ما دخلتش القناتي الثانية قناتي يوميات أم ساجد رحي في المنتداء رحي في المنتداء رحي تدخل قناتي قماش كامل أنا راني جيت رحي تترددت في القناة بإذن الله تدخل قناتي قطعة الأربعة كما رحكم تشوفوها عليكم يعني حبيت هيك كامل محرومات كامل كينا وحدة شوية مثبت ذهنها بإذن الله ما تستوعبش له له يعني ما تهزش الحاجة له له تحاول تعاود الفيديو مرة وزوز وأنا محبيتش نديره لكم في فيديو كامل راني دايراته من قبل في فيديو كامل ونلقى عليه الأسئلة واللي تحبيت نحطه لكم هيك في زوز فيديوات فيديو نحط فيه طريقة كيفية نفصلها وكيفية نخيطها وفيديو الأخر بإذن الله رح نحط لكم كيفية نغرزها كاملة يعني نلقى التفاعل ياسر لبنات رح نزيد نحط لكم فيديوات الجاية ورح بإذن الله نبدو في مشاريع رمضان ورح نزيد نبدأ يعني عند ياسر خدمة لبنات غير نلقى التفاعل رح نولي نكثر لكم الفيديوات بإذن الله هنا ما تنسوش خياتكم من جام وهنا نجو الارتفاعات نلصقها كامل في بعضاها كي ما قلت لكم بعد ما لصقنا القطع لبعضاها نحاولوا رقماش قد قد باش من بعد في القياسات تجينا جيست ما تجيناش حاجة أكثر من حاجة اللبنات كانين اللي تقول لي نقصي الهدرة والله يعني قاعد مفاهم فيكم على هذيك يعني ما كانش حاجة تخدميها ويعني معظمكم يقولوا لي نقصي الهدرة أسكن نقصي الهدرة صح نحط ليكم فيديو صامت إذا بغيين فيديو صامت رح نحط ليكم فيديو صامت غير نصور ليكم ونحط ليكم ويعني وانتم ما يعني تقزوا كي ما يقولوا وحدكم وطلعوا الفيديو زي ما يتخدم أنا هكا راني نهضر لبنات أنا نهضر كي ما هكا باش نعطيكم المعلومات كاملة يعني واحدة ما تفهمش من حاجة تفهم الحاجة الأخرى وعلى هذيك نحاول أنا نعطيكم كامل معلومات هنا بعد ما خيطتها وكملتها هنا وش نجو نجو نقلبوها هنا شوفوا لبنات الخيطة تعنا نحط خيطنا كلش لداخل وهنا نجو نقلبو القمش تعنا ونبدأ ونعمروا فيها بالصوف والبلواط بالنسبة للصوف وش تهز لبنات لازم تعد عندك شكارة تحقنطال اللي كبيرة ما عمرها سويسوات بدي لك زوز قاعدات يعني أنا ما نقدرش نقليكم بالكيلو حوالي واحد زوز كيلو كيك أنا تبالي باللي الشكارة الكبيرة تهزي ربعة كيلو ولا ربعة ونص أنا بالطريقة هذي نعمرها شوفوا أبدو بالحواشي أبدو عمروا سوال الحواشي كيت عمروا الحواشي الوسطرة وساعل بش جيكم للقعادة تاعكم الحواشي تاحها وقفين و جيكم وقفة وحدها كي ما نقولو احنا كتكتعود الحاجة مخدمة مليح جي تقولوك الحاجة وقفة وحدها وهيا لكم أنا صاي بعد ما خيطتها عمرتها كامل حبيت هيكا نوصل لكم للأفكار كاملة و ما تنسوش خيتكم من جام ما تنسونيش من التفاعل ما تنسوش تبرتجوا قناة تاعي لحباباتكم لصحاباتكم في القروب في مواقع تواصل الاجتماعي بش تعمل فائدة و بش تيدخل لنا أكبر عدد من المشتركين بش تيزيدوا يستفادوا حتى وما معانا وهنا نقول لكم ما بقى لي غير نقول لكم طهلا و في رواحكم و إلى الملتقى بإذن الله في طريقة كيفا رح نغرزها معاكم بإذن الله راني غير نكمل للأوديو هذا و رح نحط لكم نبدأ نصور لكم في الفيديو الثاني اللي هو طريقة التغراز كامل كامل رح نعطيكم كامل تفاصيل كما راكم تشوفوها في الفيديو هذا و إلى الملتقى بإذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر